فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية القرآن بالسنة فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم أمن هذا المحذور لأن الوحي انقطع وانتهى الوحي وانتهى نزول القرآن إزال المحذور فلذلك بدأوا يدونون السنة ويكتبونها وكان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من يكتب لكنه يكتب لنفسه خاصة يكتبه لنفسه خاصة أما الكتابة العامة فإنما حدثت بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم لأن المحذور انتهى لأن الوحي انتهى والقرآن ولله الحمد تكامل والدين تكامل فحين انزال المحذور ولما خشوا على السنة من الضياع قاموا بجمعها وتدوينها وترتيبها